اشتركوا في القناة صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم ووضع الكتاب وترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاغا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم جرى الكلام في الليلة قبل الماضية حول مقدمة ترتبط بهذه الآية الكريمة وكان بناءنا أن نتحدث في الليلة الماضية حول جمل الآية المباركة ومحاور الآية المباركة الخمسة أو الستة كما بينت لكم في الليلة قبل الماضية في إبراز المقدمة التي ذكرنا بعضا من ملامح علوم القرآن فيها إلى أن هناك اتجاه تغريبي واتجاه تجميدي واتجاه ديني أو رسالي وألمحنا إلى ضرورة ما أبان الله سبحانه وتعالى في الاتجاه الرسالي أو الديني من خلال نصوص القرآن ومن خلال نصوص الروايات الشريفة ومن خلال واقع المرأة المسلمة واقع المرأة النموذج المثال وطرحنا مثالا على ذلك مريم ابنة أمران من القرآن وآسية ابنة مزاح وكلثم أخة موسى وخلصنا إلى ذكر سيدتنا ومولاتنا خديجة بنت خويلد وعظيمة الدنيا طبعا هي فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها التي تحتاج مننا الكثير ولم نؤدي حقها سلام الله تعالى عليها وأن يعرف حق فاطمة سلام الله عليها وقد قال الصادق عليه السلام سميت فاطمة لأن الخلق فطموا عن معرفتها معرفتها يعني عن كنه معرفتها سلام الله عليها كنه معرفتها لا يعلمه إلا الله وأبوها وبعدها وأبناؤها الطاهرون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هذه الليلة نريد أن نتبين معكم ما تحدثنا عنه في المقدمة في الليلة قبل الماضية يكون الصلة بيننا وبين ذلك المجلس وذلك البحث وذلك الموضوع الآية الكريمة فيها عدة أبحاث بحث الأول ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه هذا البحث الثاني بحث الثالث ويقولون يا ويلتنا البحث الرابع ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أخصاها والبحث الخامس ووجدوا ما عملوا حاضرة والبحث السادس ولا يظلم ربك أحدا أحاول في هذا المجلس أيها الأحبة أن أتبين معكم خلاصة المحور الأول والبحث الأول في الآية الكريمة في قوله تعالى ووضع الكتاب قلنا في المقدمة إذا تتذكرون وضع فعل الماضي فعل الماضي في التحقق ونحن نعلم أن القيامة لم تقم ونعلم أن الحساب لم يقم ونعلم أن الصراط لم ينصب ونعلم كثيرا القضايا ولكن قلنا بأن الله سبحانه وتعالى يتوخى أمرين مهمين الأمر الأول أن القضايا محققة الوقوع يوم من الأيام يطرحها الله طرح المسلمات خمص ما دام هي محققة الوقوع الله يطرح طرح المسلمات وكأن القيامة قد قامت ودللنا على ذلك من خلال شواهد قرآنية ورواية الحدف الآخر وهو وضع الصورة صورة القيامة وصفات المؤمنين وصفات غير المؤمنين صفات الجنة صفات النار كل ما يرتبط بيوم القيامة وضع في هذا القالب هذه الصورة وخلصنا إذا ذكروا في المقدمة إلى أن الصورة والتمثيل له وقع كبير على تقبل الإنسان للفكرة وخلصنا إلى مسألة التمثيل وهو من شعائر أبي عبد الله الحسين وضوابط هذه الشعيرة أو من الضوابط الشرعية والضوابط الأخلاقية المرتبطة بشعيرة التمثيل في شعائر أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه الله يريد أن يبين الصورة ليتربى الإنسان فيصور كأن القضية قامت فعلا هذا الأمر المسلم قام ويصوره الله سبحانه وتعالى وذكرت لكم تقريبا ثلاث صور أو صورتين صورة من صورة الأعراف أصحاب الجنة وأصحاب النار وصورة من صورة الزمر فسيق الذين كفروا إلى جهنم زمر وسيق الذين ابتقوا ربهم إلى جهنم زمر عدا الصورة ترسخ في ذهن الإنسان هنا يقول الله ووضع الكتاب لأنه أمر مسلم به الله يطرحه طرح المسلمات ويطرحه طرح التحقق طرح الماضي ووضع الكتاب حتى يتربى الإنسان أيضا ويتصور الحالة شلون هذا الكتاب يوضع السؤال وهو المهيم على الكلام والبحث ما هو هذا الكتاب هذا شيء مهم خلاصة حديثنا وبحثنا هاي الليلة ما هو هذا الكتاب زين نحن نشوف في القرآن الكريم أنواع الكتب كثر مش كتاب واحد أولا خل نسأل معاجم اللغة شنو معنى الكتاب الكتاب هذا اللفظ هذا اللفظ له تصور ذهني كما يقول العلماء زين في محلية طبعا كما يرتبط بعلم المنطق كل لفظ له تصور ذهني حينما تقول سيف سيف معروف ذهنك وين يروح حينما تقول رجل حينما تقول أنت أمرأة حينما تقول سيارة حينما تقول أشياء لها تصور ذهني في فكر الإنسان أنا حينما أقول لك كتاب ذهنك تصور إلا قاله في معاجم اللغة الكتاب هو مجموعة الصحف مجموعة الصحف والأوراق التي تكون بين غلافين أو بين الدفتين فلذلك عبر عن القرآن الكريم بالكتاب زين عبر عن كل مؤلف وكل أوراق وصحف تجمع بين دفتين أو بين غلافين سمى كتاب هذا الكتاب يحتاج إلى من يثبته الذي يثبته الكاتب الكاتب وهو مؤلف وهو مؤلف الكتاب إذن هذا هو الكتاب الكتب في القرآن الكريم مش على نوع واحد رح أخلص وياك على أنه شنو معنى الكتاب في الآية الكريمة الآية الكريمة تعني بالكتاب كتاب خاص ولكن الكتب في القرآن الكريم كثيرة كثيرة خلأ أتبين إليك مجموعة من هالكتب في القرآن الكريم حتى نخلص أيضا حتى نفهم المراد من الكلام وأقول إحنا مرينا بهذه المفردة في القرآن الكريم ولها سعة صبعا سعة بحث النوع الأول من الكتب في القرآن الكريم هو كتاب الكون كتاب الخلق اللي عبر عننا الناموس كتاب هذا الخلق هذا وين موضعه موضعه في جزء من قصة سليمان على نبينا وآله وعليه وعلى أبيه ووصيه آصف بن برخي وعلى جميع الأنبياء أفضل الصلاة والسلام لما أن بعث سليمان الهدهد قال ما ليرى لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لما جاء الهدهد قال بصرت بما لم تبصر به وجئتك من سبأ بنبأ أظيم إني وجدت إلى آخر بعدين سليمان طلب ماذا قال قال يا أيها الملأ ملأه أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين مسلمين يعني مستسلمين يعني مسلمين للأمر قال عفريت من الجن عفريت من الجن هو المارد الخبيث فيبدو أن الجن أنواع بعد صاحب أكبر وأكثر خفة مثل الجن منه العفريت ولذلك إذا الطفل تشوفه في المجلس أو الطفل تشوفه في البيت تتحرك كثير تسميه كل عفريت رغم أن هذه الجملة موزي أنا بالنسبة للطفل حيث التربية حيث كذا ممكن هيتمشي ويات تسمية وتأذيه بعض القضايا التي دي نحن للأسف الشديد ممكن ندركها على أنه مزحة وعلى أنه أمور عادية وبعدين هيتأثر في وجود الطفل عموما قال عفريت من الجن وهو المارد الخبيث أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك تقوم من مقامك يطول المسألة علي وعليك الطول فيها وقت لو ما فيها وقت القومة من المقام شري إيضاء ثانية ثانية الله يريد يبين العظمة هنا عظمة سليمان هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من المعني نزين فإذا لا ينبغي لأحد من المعني يعني حتى الدقة الحسابية موجودة حتى الزمن أيضا فيه حكمة وفيه إعجاز أيضا إعجاز الزمن وأنا وإني عليه لقوي أمين قال لذاك يا طول قال الذي عنده موضع الشاهد علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر حتى الأنبياء يبتلون وما شكل من ذلك ولكن في أعلى المراتب ويكونوا منتصرين ويكونوا منتصرين في الابتلاءات وفي الامتحانات الإلهية فعلا فلما رأاه مستقرا عنده زين قال الذي عنده علم من الكتاب هذا شنو الكتاب كتاب الكون كتاب الناموس زين هذا الكتاب كتاب الخلق عنده علم من الكتاب نحن نعلم أن الفاعل هو الله سبحانه وتعالى ولكن الله سبحانه وتعالى يعطي خاصة عبادي لحكمة هاي فيها حكمة لآصف لآصف ابن برخيا دون غيره بعض الروايات تقول أنه جبرئيل قال الذي عنده علم من الكتاب بعض الأقوال تقول أنه رجل أعطاه الله الإسم الأعظم لعلامة طباطباء عليه الرحمة في الميزان يقول وكل هذه الوجوه لا دليل عليها لا دليل عليها يعني شنو يعني لا دليل عليها في النصوص الدينية لا دليل عليها في النصوص الدينية لا في القرآن ولا في الروايات فسا القرآن ليس صرح فسا قال الذي عنده علم علم من الكتاب بعضهم قال جبرئيل بعضهم قال رجل أعطيناه الإسم الأعظم كذا زين يقول لا دليل هالوجوه ما عليها دليل أصلا دليل قائم على غير ذلك من هذا قال هذا آصف بن برخيا وهو ابن أخد سليمان جد داود خال سليمان أنا هدف من هذا شيء رح بين إلك القدرة قدرة الله الله سبحانه وتعالى هنا ينفتح موضوع أمامنا وهو موضوع الولاية التكوينية الولاية التكوينية أن الله سبحانه وتعالى يمكن أن يعطي الولاية وقد ثبت قرآنا ورواية وعقلا غير منكور أن الله سبحانه وتعالى يعطي بعض خواص عباده الولايتين الولاية التكوينية والولاية التشريعية سالولاية التكوينية والولاية التشريعية وين نشوفها؟ هنا موضحة ولسليمان الريح غدوها شهر رواحها شهر تصرف في الناموس ولاية تكوينية لو لا شنو معنى ولاية تكوينية يعني يتصرف في الكون يتصرف في الناموس اش قد يحتاج من فلسطين من مملكته الى الهند مثلا الى اليمن اش قد يحتاج اصف من برخية ان يجلب عرش بلقيس فلما رآه مستقرا عنده رآه مو زغلة عيون رآه صدق صدق امامك صاير فلما رآه مستقرا عنده كلام في الاعجاز هنا يعني مو خفة يد او ما شاكل من ذلك لا حقيقة دون ان تنقص طوبة واحدة من قصر سبأ مملكة سبأ زين بالقيس مستقرا عنده هنا يقول قال الذي عنده علم من الكتاب لان القضية قضية تصرف في الناموس وفي التكوين فعرفنا ان الكتاب هو كتاب الكون وكتاب الناموس الله اثبت هنا لمن هو في العلم دون سليمان اثبت له الولاية التكوينية والولاية التكوينية اعطيت لسليمان واعطيت له الولاية التشريعية شنو معنوه ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما في مسألة اللي دخلوا على داود داود جوابه صحيح كان لكن سليمان جوابه تفصيلي يقول ففهمناها ليش الله يقول ففهمناها سليمان ان اللي يجي من بعد داود هو من سليمان من بود اولاده لاثنائش داود حتى الناس عرفون ان سليمان يجي بعد منه هو النبي بعد داود إذن أعطيها الولاية التكوينية والولاية التشريعية أول شيء أعطيها الولاية التشريعية ففخمنها سليمان وضعنا ذلك أعطيها الولاية التكوينية وهذا ثابت الريح يتصرب فيها سليمان بصاط ريحي يتصرف به سليمان لا أعطي أكثر من ذلك آصف بن برغي位 ابن أخوة سليمان أعطيها لأنه عند علم من من شنو المنتبعيضية يعني من بعض الكتاب كتاب الكون لأن القضية ترتبط بمسألة تسخير الكون ولاية تكوينية ولاية تشريعية والآية واضحة مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر هذا موضع الشكر فخر ساجدا سليمة وخر آصف أيضا ساجدا سئل إمامنا الصادق عليه السلام الآن تعرفت على الولاية التكوينية وذويات تشريعية أنها يمكن أن تعطيها لغير الأنبياء كذلك وهم الأوصياء وممكن يكون معصومون غير الأنبياء وهم الأوصياء لأن الله ما يعطي واحد إلا عنده عصمة وعنده درجة زين هي من سنخية درجة المعصوم النبي لذلك أنا مدينة العلم وعلي هذا يقول من من الكتاب لكن ذاك باب علم مدينة رسول الله من يكون أفضل في العلم للا شك ولا ريض هو نفس رسول الله وأنفسنا ورسول الله وإنك لعلى خلق عظيم وقلنا في مجالس متقدمة أن معنى الخلق العظيم هو علم الأخلاق وعلم الأخلاق مش العلم التربوي اللي يدرس علم الأخلاق يعني علم الكون كل علم الخلق يعني علي النفسي التي بين بين جنبي حسين مني وأنا من حسين بعد إن نفس أبيه بين جنبي قالوها بن أمية في كربلاء قالوها إن نفس أبيه عن الحسين بين جنبي فكلهم نور واحد صلوات الله وسلامه عليه إذن هذا مثبت لأهل البيت أنا مدينة العلم وعليهم بابو سئل إمامنا الصادق عليه السلام يا ابن رسول الله أكان سليمان أعلم أم آصف بن برخيه فقال بل سليمان أعلم قالوا إذا كان سليمان أعلم فما معنى أن يجلب هو عرش ليش هو ما جلب عرش بلقيس ليش آصف بن برخيه اسمعوا جواب الإمام الصادق قال لكي يعلم الناس أن وصية سليمان من بعده آصف ابن برخيه الناس ما يعرفون من خلال وجود أثر لأن الناس مقابعون في المادة يحتاجون إلى الدليل على ذلك الدليل جلب عرش بلقيس الدليل يعني تصرف من ناموس ويوم تنشق وينشق جدار الكعبة لأم علي بن أبي طالب ويولد هو لا غيره في الوجود في أكبر بقعة إن أول بيت هذا دليل على ماذا دليل على ماذا وهكذا نحن عقلاء ونبهم فإذن ما أعطي النبيون وأوصياء الأنبياء أعطي لرسول الله ولأوصيائه وزياده وصل طأ بساطنا بن عليك يا محمد ولكن هناك يقال يقول يقال لموسى ويقول لموسى اخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس رغم أن هذا الوادي مقدس لكنه من أديم الأرض هناك يقول طأ بساطنا ثم دنى فتدلى فكان قاب قوسين وهل حركة حركة المعراج ترى ما صارت مرة وحدة هذا كلام الإمام سلام الله يقول أكثر من مئة وعشرين مرة إمامك الصادق يقول المعراج ما صار مرة وحدها وروح بحث أكثر من مئة وعشرين مرة هذا المعراج شنو معناته ولاية تكوينية في ليلة واحدة وفراج رسول الله لا زال حارا ليش هالزمان وهالمكان وكذا الزمان يتوقف ليش لأنه لو لا كنا ما خلقت الأفلاك فالأفلاك كلها توقفت بل خضعت لرسول الله عامل الزمن ما عامل زمن عامل الهواء وذكرت لك هالمعنى أنه ممكن حوي صلاة الرؤوية للإنسان إذا جب سرعة قوية من دون وقايا ومن دون واقي ها على تنفس ماله ويطلع بالهواء وراء ثلاثة كيلومترات ذكرت لك هذا المعنى حسب ما قال بعض المرتبطين هذا العلم زي لكن كل شيء مسكر لنا سول الله فلذلك اروح وكل شيء خاضع إليه الزمان والمكان وكذا ومعادلات والسنن زي ولاية تكوينية ولاية تشريعية هذا واضح إذن هذا الكتاب هو كتاب الكون كتاب الناموس هذا اللي أعطيه لموسى أيضا اضرب بعصاك الحجر اضرب بعصاك البحر ألقي ما في يمينك هاي الحياة خب خب الحياة ما تاكل عصي وتاكل خشب تاكل حياة مثلها وكذا لكن هنا أعطيه هذه الولاة إذن هذا الكتاب هو الكتاب المهيمن هنا كتاب الوجود أعطيه للأنبياء وأوصياء الأنبياء هذا من الكتاب لكن هذا علي بن أبي طالب سلام الله تعالى عليه أنا مدينة العلم وعلي بابها أعلمكم من بعني علي سلوني لذلك يقول سلوني قبل أن تفقدوني فإني بطرق السماء أعلم منها بطرق الأرض والله لو ثنيت لي الوسادة لأفتيت أهل الإنجيل بإنجيلهم وأهل التوراة بتوراةهم وأهل الزبور بزبورهم إلى غيرها من القضايا إذن هذا كتاب هذا له وقعه في القرآن الكريم أكو كتاب آخر وهو كتاب الأجل كتاب الأجل يعني شنو كتاب التقدير وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن بإذن الله لكل أجل كتاب علم الطبط بائف الميزاني يقول هذا تقديم لكل كتاب أجل بهذا المعنى يعني كل كتاب له أجل معين متى ينزل والآية متى تنزل إما أن ينزل الكتاب كاملا إنا أنزلناه تنزيل أو الإنزال أو ينزل منجما على طوال خمسة وعشرين خمسة وعشرين سنة أو ثلاثة واربع عشرين سنة على رسول الله صلى الله عليه وعليه هذا كتاب التقدير لكل أجل لكل أجل كتاب نزيل فلذلك أيضا في الآيات المباركة أيضا يقول يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم أم الكتاب التقدير التقدير الإلهي هذا كتاب أيضا له بحثه في القرآن الكريم أكو كتاب آخر وهو المقصود به كتب الأنبياء كتب الأنبياء أرسلنا ولقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقصد في آية ليحكم بينهم بما أنزل الله سبحانه وتعالى وهي الكتب ذكرت في القرآن الكريم عموما وآتينا داود زبورا قل فأتوا بالتوراة فاتلوها وكذلك ذكر الإنجيل في مواضع صحف إبراهيم وموسى زين وذكرها هذا معنى الكتاب وله بحثه أيضا في القرآن الكريم أكو عندنا كتاب آخر وهو القرآن الكريم كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه زين أيضا له بحثه هذا الكتاب أكو أيضا كتب مختلفة كتاب المحوي والإثبات كما ذكرنا هذا في كلام أنا لا أريد أن أتحدث عنه في كلام للعلامة وطبائي في الميزان وفي كلام أيضا لصاحب تفسير الأمثل ولمفسرين عموما كلام حول مسألة المحو حول مسألة الإثبات أنا الهدف هنا أن أتبين معك الكتب المختلفة الموجودة من أهم الكتب وهو ما تحدثت عنه الآية في قوله تعالى ووضع الكتاب شنو الكتاب المقصود الكتاب المقصود طبعا كتاب الأعمال كتاب الأعمال كتاب الأعمال اللي يسميها الروايات صحف الأعمال وصحيفة عمل الإنسان هذه الصحيفة ونحن نعلم أن الصحيفة أو الصحف أو الكتاب هو اللي يكون ملزمة بين غلافين زي هنا ينقدح سؤال هذا السؤال يطرحه كإشكال الشيخ ناصر مكارم في كتابه تفسير الأمثل في كتاب الله المنزل يذكر هذا الإشكال ويقول ربما يشكل هنا أن عالم الآخرة هو عالم المثال صح له لا عالم النور وعالم الماديات إذا عالم المادية إذا عالم النور فمعناته ما يتناسب نحن نقول وضع الكتاب يعني هذا الكتاب اللي فيه أوراق صحف لأن هذا ناظر إلى شنو الكتاب المادي ناظر إلى الحياة الدنيا حياة المادة ولكن هناك حياة عالم المجردات ما فيه ماديات يعني لنشوفه كتاب نشوفه فليش هنا يقول ووضع الكتاب رغم أن ذلك العالم عالم مثال شوفوا لأن الإنسان ولأن من نزل عليهم القرآن في ذلك الزمان إلى يومك هذا الإنسان إذا تريد تقرب إلى فكرة معينة خصوص الفكرة الذهنية القضية الذهنية والعقلية تحتاج أن تعطي شنو تعطي مثل مادي تعطي شيء مادي تريد أنت تناقش واحد والله زرت البلد الفلاني ورحت البلد الفلاني وشفت جبال البلد الفلاني قال له تعال هذا الجبل اللي شفته شلون تقاني قال هذا الجبل اللي شفته مثل الجبل الفلاني شفته اللي رحناه ذاك اليوم هو ذاك الجبل ما شافه هو ذاك النهر ما شافه هو ذي كديره ما راحه لكن راح ديره مقاربة إلها فأنت حتى تقرب له الشيء الذهني اللي ما شافه بالشيء اللي يحس المحسوس هذا تقريب المعقوم بالمحسوس ولعلنا أدركنا في بعض اللفتات في المجارس الماضية هذا المعنى وقلنا أن المثل في القرآن إنما يضرب من أجل تقريب المعقول بالمحسوس وهذا يبحث طبعا في علم المنطق في محله في التصور الذهني فيما شكل من ذلك عموما زين فالله سبحانه وتعالى لأن من نزل عليهم القرآن يحتاجون إلى أن هالقضايا العقلية والفكرية تقرب لهم الله سبحانه وتعالى قال يعطي أمثلة في القرآن فيقول لهم مثل هذا الكتاب يعني أعمالكم يعني طاعاتكم في الجانب الإيجابي وفي الجانب السلبي الطاعات أو المعاصي العمل الصالح والعمل غير الصالح كل ما تقومون به من أعمال هي موجودة ومحصية عند الله سبحانه وتعالى محصات عند الله ومثبتة عند الله زين شايف يقرب له ماذا المعنى أن أعمالكم هذه ما تروح مكان إنما تدون عليكم تسجل بحالة وجود الكتاب الذي يثبت فيه الجمال تثبت فيه الأفكار تثبت فيه المواضيع تثبت فيه كما يثبت ذلك البائع على المشتري شايف يدون يعطي أمور فحتى يقرب له المعقول وهي وجود هذا العالم وجود الأعمال وإحصاء الأعمال فإيجب هذا ذكر الكتاب وإلا ذلك العالم عالم آخر وما يشير إلى هذا المعنى الذي نقوله الآن أن الله سبحانه وتعالى أعطى للألسن وأعطى للجلود وأعطى للأيدي وأعطى للأرجل وأعطى للأشهاد للأرض أعطى حتى للهوى أعطى لكل جوارح الإنسان أعطى لهم إمكانية يوم القيامة إمكانية الشهادة على الإنسان فيبدو أن هذا الكتاب الله ذكر لتقريب المعقول بالمحسوس لكن ذاك العالم عالم المجردات يعني ما فيه ماديات فالكتاب يريد يقرب به أن الأعمال كلها تكون موجودة فلذا عليك عبر بماذا عبر عبر بالكتاب وهذا حل الإشكال جزيلا إشكال آخر أيضا قد نقرأه في آية طرحناها وبيناها وهي منطلق حديثنا وبحثنا حولها المسائل حينما قلنا في قوله تعالى اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة هنا أيضا نفس الإشكال اجي اقرأ كتابك يعني يبدو أن هناك كتاب والإنسان لازم يقراه هذه الجملة ظاهرا تدل على ماذا على وجود كتاب وعلى وجود قارئ من الكتاب زين داك عالم مجردات اقرأ كتابك هناك يقول اقرأ باسم ربك الذي خلق لا هذا موجود في الدنيا لكن هنا يقول اقرأ كتابك هذا يوم القيامة شون يقرأ كتابك فيبدو أن هناك كتاب وهذا لازم يقراه قال لا اقرأ من الكلمات ومن الأمور الواسعة التي لها استعمالات كثيرة لها استعمالات كثيرة شنو الاستعمالات الكثيرة يقول هذا حتى احنا نعيشها شنو نعيشها مثلا اذا تروح الله يطول عماركم وشافي امراضكم وارضاكم زين حق هالليالي مبارك حق امير المؤمنين حق طاطمة الزراء حق خديجة الكبرى سلام الله عليكم اذا تروح للطبيب تقول لي انا اريد تشخص الي حس بألم اريد تشخص الي ألم في ايدي ألم في كذا في قفص القلب كذا في قفص الصدر اريد تشخص الي اول شي سوي شنو اول شي يخضعك الى شنو اشعر هاي الاشعر اطلع لك صورة يجي الطبيب يقرأ يقول انا قرأت في الاشعر ان شوي اكو في مزين قرأة في الاشعر اشعر اشعر هي صورة الاشعر مو كتاب يقرأ سيقول انا قرأت في الاشعر يعني ممكن تكون الصور قارئة للانسان صورة موجودة اقرأ كتابك مو يعني اقرأ يعني اطلع عليه فالرؤية ممكن تكون رؤية البصر ممكن تكون قراءة نظراتك ممكن تكون قراءة لذلك من تشوف واحد تقول له شنو تقول انا قرأت في عيونك او انت تقرأ من خلال نظراتك مو شايد مو هذا الشيء فلذلك اقرأ معنى واسع يستخدم عموما وفي القرآن الكريم موجود عموما لانه لابد ان نحل مثل هذه الاشكالات المادية قل هذا عالم مثال عالم مجردات شلون انت تجيب عالم نور وشلون انت تجيب بعض القضايا المادية هذا اللي تقريبا المعقول هو المحسوس فاذا حلين مثل هالاشكالات تحل كثير من القضايا فيما يرتبط بحشر الانسان هل يحشر الانسان بكيا نياذة نعم بعض الآيات تقول نعم ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مرة لكن في المقابل يقول هناك يوم تبدل الارض غير الارض وبرز لله غير الارض يعني مو مثل الارض شيء اخر الى غيرها هنا يقول ووضع الكتاب الكتاب صحيفة العمل صحيفة العمل احنا عدنا كما في تفسير نور الثقلين عن الامام الصادق سلام الله عليه يقول فيرى الانسان بمعنى كلام الامام يقول فيرى الانسان ما عمل وما كتب عليه بعد ويعلموا ان في ساعة كذا فعل كذا وقال كذا وقام بكذا يعلم يشوف كما في تفسير نور الثقلين ذكر هذا المعنى عن الامام الصادق سلام الله تعالى عليه وفي الرواية ايضا علامة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اذا مات المرء طويت صحيفة عمله واذا كان يوم القيامة نشرت لذلك القرآن الكريم ماذا يقول واذا صحفه نشرت كتابا يلقاه منشورا كل هذه الصفات المادية كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك ووضع الكتاب كل من اجل تقريب المعقول بالمحسوس حتى نعيش الحالة حتى تكون الحالة راسخة في وجودنا زين والمعنى واضح صحيفة العمل شنو معناتها واضح وهذا مما يبين حاكمية الله وقاهرية الله على الوجود ويعرف الإنسان بقيمته ويعرف الإنسان بنفسه فلذلك ووضع الكتاب كتاب الأعمال لذلك ربما يكون هذا الكتاب يعني صحيفة العمل زين كل أمة لها كتاب زين كل من لها كتاب كل أمة في الآية كل أمة تدعى تدعى إلى كتابها كل أمة لها شهيد كل الأنبياء شهداء إج رسول الله صلى الله عليه وآله مهيمنا وجئنا بك على هؤلاء شهيدة هنيئ لك يلتوالي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هنيئ لك يلتوالي آل رسول الله أنت مني بمنزلة هارون حديث المنزلة اللي في سبع مواضع رسول الله يجيبه من ضمنها موضع غزوة تموك السنة التاسعة يوم خل علي على المدينة وتأثر علي الغزوة الوحيدة اللي ما غزاهرت علي سلام الله عليه وهم يتأثر لأنه ما طلعوية قال لا ولا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون ومعروف شنو يعني منزلة هارون من موسى اجعل لي وزيرا أي بعض المخربطين يجي يقول رسول الله كانت الفكرة مواضح عليهم مواضح عليهم الفكرة وأن المسألة مواضح عليهم فلذلك راحوا لغير علي سلام الله عليه يعني النبي مقصر يعني اليوم اليوم أكملت لكم دينكم هذا يقلب الآية يقول اليوم لم أكمل لكم دينكم هذا من شأنه أن يعذر مشكلة ترى الكلام أن القضية لم تكن واضحة لا القضية واضحة 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 ولعل حديث يوشك وأنه دعا فأجيب وإني تارك زين المهم الإنسان يشعر بهذا الوجود لصحيفة العمل وأن هذه الصحيفة موجودة الصحيفة هذه الألسن تشهد بيها والأرجل تشهد بيها والأيدي تشهد بيها والجلود يوم تشئي وقالوا لجلودهم لماذا شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء أنطق من النطق والنطق أيضا معنا واسع يستعمل في كثير من الأمور النطق لذلك يقول لسان الحال يغني عن ماذا يغني عن المقال يعني عن اللسان يعني الحال ينطق يوم ما ينطق ينطق بعض الأشياء إذا شفناها يقول هذا نطق لذلك يقول علمنا منطق الطير الطير لي منطق وقالت نملة يا أيها النملة دخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليم وهم فتبسم ضاحكا من قولها نحن نعرف أن هذا القول وأن النطق هذه الألفاظ المؤلفة والمتألفة فيما بين لا تعطي معنى معين هذه خاصة للإنسان لكن شلون يعطيها النملة يقول بلحاظ آخر شلون يعطيها الجبل بلحاظ آخر شلون يعطيها الشجر وكلم والله موسى تكليمة وهكذا شوف عظمة القرآن وبلاغة القرآن الكريم المهم غير كل هذا إحنا إن نريد أن تعطى يعطى كتابنا بماذا بيميننا فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله وأما من أوتي كتابه بشماله فسوف يدعو كبورا ويصل سعيرا سعيرا فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقولها أمقرأوا مو أنا لأقرأ أنتوني الملائكة تقرون قرأوا كتابي إني ظلنت أني ملاق حسابي فهو في عيشة ضاضية في جنة عالية قطوفها دانية إلى غيرها بعد وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يحاسب حسابه مشكلة حقيق فأما من أوتي كتابه وراء ظهره مشكلة فإنت المهم عندك صحيفة أعمالك تكون صحيفة ترضي الله شنو الصحيفة اللي ترضي الله ويش خاط واحد يقول احنا جاهدين هذا الحديث من في اسمه عنوان صحيفة المؤمن حب من حب علي ابن أبي طالب اللهم صلى الله بالنسبة إلي وإلك ما تقنع بها الكلام بس أنا ما أقنع بها الكلام فقط وإن كان كلام عظيم ترى هذه الرواية هل يكون في محسوبك هذه الرواية جاءت بطرق مختلفة طرق مختلفة أهم طريقين أنا أطرحهم إليك أهم طريقين طريق الأول عن أنس ابن مالك أنس ابن مالك مخالف لعلي ابن أبي طالب أنس شاف ورأى وشاهد وبكل المقاييس وبكل الأدلة والأرقام شي سوي رسول الله إلا علي أكثر مناجاة علي علي أكثر واحد لصيق به وشاف شاف هذا أنس بن مالك منه خادم وعبد لرسول الله صلى الله عليه وعليه خادم مولى رسول الله صلى الله عليه وعليه يعني يشوف الحقائق أمامه أنس بن مالك يقول يروي ذلك ابن المغازلي أو المغازلي والمغازلي أو لا في اللفظ ابن المغازلي في كتابه المناقب يروي عن أحدهم عن أنس بن مالك قال لسمعت رسول الله اللام للتأكيد لسمعت رسول الله ذات يوم يقول لعلي بن أبي طالب يقول في علي بن أبي طالب بأذني هاتين وإلا صمتها وينك يا أنس وينك رحت عن الحق عنوان صحيفة المؤمن حب علي بن أبي طالب هذا طريق طريق آخر يروي ابن حجر العسقلاني ويروي أكثر من واحد ومن ضمنهم ابن أبي الحديد المعتزلي وغير أيضا ويرهون حتى البعض المعاصرين طريق عن عائشة من تأبي بكر زوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنها روت نفس هذا الحديث من رسول الله عنوان صحيفة المؤمن حب علي بن أبي طالب عليه السلام بل رووا رواية عنها أيضا يوم من الأيام قال رسول الله ادعوني سيد العرب سبي فقالت عائشة ومن سيد العرب وأنت في العرب قال أنا سيد ولدي آدم وعلي ابن أبي طالب سيد العرب مقتضى سيد العرب الافضل على كل العرب الافضل على كل قريش الافضل على كل قبائل العرب هذا مقتضى سيد العرب أفضل من كل أحد هذا مقتضاه زين هذا مقتضاه علي عنوان صحيفة المؤمنين ده سيد العرب بل هو أمير المؤمنين استوصي بعلي بن أبي طالب خيرا كل ما وصل النبي في السماوات استوصي بعلي بن أبي طالب خيرا فإنه سيد المؤمنين سلام الله عليه سيد المؤمنين أذكرك بأبيات جبتها إليك العام الماضي ممكن في هالأيام ممكن في يوم سابع أو ليلة الثامن في ذكر أبي طالب أذكرك بهالليلة بعد أنت باسمك يا علي داري الفلك أريدك تقرأوا إياه أنت باسمك يا علي داري الفلك والشميس مارتيا ردت بالسلة بيدك الجن والإنس والإنس حتى الملك التي الإيجاد قطب دوارها العام صار لها الأبيات وقع لها الأبيات وقع أقول للأبيات لصاحب الأبيات رحمة الله عليه من شعرانها شعراء العراق صار لها وقع بعض قال شوف الغلوف يا علي شوف الغلوف شوف الشرك شوف كذا لا لا خلي يرجع خلي يرجع قبل ما يسمح الأبيات ويحكم عنها خلي يرجع إلى المحاضرة كلها وشوف شلون يعطيه عاصف شلون يعطيه سليمان شلون يعطيه موسى التصرف بالناموس وشلون قال الذي عنده علم من الكتاب وشلون هذا المدينة العلم وعليون بابها حتى يعرف من والأدلة اللي ذكرناها ها تسيفك ينظر به المثل آية الله والوحي باسمك نزل انت صلات لك يا خيري العمل وياي وببدر وحنيا يا كرارها يوم لحزاب وحرب صفين صار روسهم ودمومهم شبهي لمطار فرني الجيمان اقرأ لا تخجلها فرني الجيمان يعني العسكر وظلم إنها من العجاج وتيغ تفكارها صيح يا علي صيح يا علي كارها تاخت من الذلوي الغالو خل ابو زينب جمع جمه ومسورو بس شلون زينب بنت ابوه وتنظرو يصير يصير ابوها علي شعراء شعراء بعض الشعراء خصوص شعراء العراق يسمون علي ابو زينب وينك يا ابو زينب عنها شلون زينب زينب بالتبوه وتنظروب بالسياطة وسلبوها خمارها شلون يصير يصير شلون ما تدريش جرح لغة وسدة بقات حرمة وضاعة بين العدة تشوف اخو غحسين ما حد وسدة ايه بالتروب يسفي عليه غبارها وويلا وخاطبت اباها قم يا علي يا علي يا علي فماذا القعود وما عهدي تغض على الاقناء اجفانا وانهض لعلك من اسر اضر بنا تفكنا وتولى دفن قتلانا بوي علي الليل هوت ونحرم وغريب وما ليحهد شيء الحمل راح وابعد بمن يبوي الجرح يضمد بالاحسين هل عندي ممدد رأى حوالي الله لحيد وابن والد العب اسمرد ايه وبن والد العب ايه هي اسمه ايه 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 قالت دفنه وخوارج غم ولا شا لو لنا ميت وانا على التل وقفت بويه وناديت ياريت لاتشان ارفعت صوتي ونخيت وياي ما جاوبتني غير خيل الاعوجي عرفت علي قالت يغوث الموذزمة حرنة بصفاتك كاشف الغم شلون يوم اطففاتك ما جيت لابنك وكشفت شدة بناتك ظل ليل بليست وغور بينا وغاد ومي رد عليها علي شاعر اخر يقول رد عليها علي شلون رد عليها علي شلون رد عليها هوا قال يالة علي ماتشين ساعة للدغيلة ولا سمعت صواتنا لما اشتكينا قال هيا بلتي ما اخف حالك عليلة لكن شبيدي رايد الله لش بها الحق ردي الخيام باري عليلش والنساوين عندش عليل بالخيام لا يقوى على النهوب عندش ايتام عندش نتاء نساء يتسترن بالاكوف ردي الخيام باري عليلش والنساوين وانت لوين تروح قاللها الغريين ما قدر بات بكربل واسمعها لونين ولا قدر شوف حسين نايم فوق الارماء ما تقدر يا علي تريد تروح تريد ترجع الى النجف يا علي وبنتك مضيع بها البار وبنتك بكربل غير توص بيها قالت وصبنا الله وروح يا من الجيل عذرة ما تقدر تشوف حسين نايم على الغبرة اش حال اللي شاف الشمر صاعد فوق قم يا علي فما هذا القعود وما يا الله موسيقى